بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مدين إياك نعمد وإياك نستعني دينا الصلاة المستقيم صلاة الذين نعمت عليهم وإيري المغضوب عليهم والضالين آمين أهلا بحضراتكم في يوم جديد وأظن أنه هو بالفعل يوم جديد ربما تكون فرحة استثناء بمشروع برضو من المشاريع اللي احنا معتقدش ما فيش حد راح النهاردة هذه المنطقة وما فرحش وما حسش بارتياح نفسي كبير جدا لما تم إنجازه وما حسش أن فيه وعود بتتحقق إذا كانت من جانب الرئاسة أو من جانب الحكومة في هذا الإطار وأعتقد أنه 30 مايو 2016 يسجل بقوة للحكومة وللدولة في أنه شوفنا واحد من أهم مشاهد مش عايز أقول الإنجاز لكن من أهم مشاهد التغلب على واحدة من أهم المشاكل اللي بنواجهها على مستوى مصر كلها مش على مستوى القاهرة بس فكرة الإنجاز أو فكرة المشهد الأهم اللي أنا شوفنا النهاردة أنه عندنا ناس كانت سكنة في عشوائيات وفي أماكن خطرة وفي بيوت غير أدمية وعدت الحكومة أنها تنجز هذا الأمر بالاتفاق مع كوات المسلحة بالاتفاق مع وزارة الإسكان بالاتفاق مع الوقتاع الخاص بالتأي أن كان الأمر لكن في عندنا الرئيس بيزق أو بيدفع وعنده من الصبر في هذا الأمر يعني الصبر بمعنى إيه أن المهاردة مثلا كان حد من أعتقد رئيس جامعية الأرمان كان بيتكلم فبيقول أنا حجيب بقى للشؤاء أولا أن الشؤاء اللي فوق دي دي المشروع بتاع الأصمارات اللي قدام حضراتكم اللي فوق دي ده المشروع كده يعني جزء من الوجهة اللي قدام حضراتكم ده جزء من الوجهة بتاعة المشروع زي ما حدثتك شايفين ما تركزوش على اللي تحت أنا بركزو على اللي فوق احنا بس جابين اللي تحت ده عشان وانتوا بتبصوا يبقى العين واخدى بالها من مكان وشايفا النهاردة ما تم وبالتالي احنا مش محتاجين ان احنا يعني انت متعود تنتقد الدولة متعود تنتقد الحكومة في عتب بينك وبين رئيس الجمهورية في نوع من انواع التحفظ على اي انجاز يتم حس ان البلد دي رايحة بستين دهية فانت لا مانع ان انت تقلل من اي شيء لكن اللي عنده نص نص في المشهد بلاش يلبس النضارة دي ما تلبس ليش دي يعني ما تغميش عينك يعني ما تسوتش الدنيا يعني ما تبصش بقى للجانب للجانب الغير مرئي او للجانب العتمة في المشهد بتاع النهاردة ايا كان المشهد في تحقيق لنسبة معينة من ما نتوقعه لكن رائع ومبشر ومفرح ومبهج هتقول لي ما احنا في ازمات اه انت قلت الاسبوع اللي فاتح بنقول ولكم تتكلموا عن مصر للطيران والوضع بين مصر للطيران وقلبنا المحروق على أخواتنا وحبيبنا كل ده كويس والناس اللي بتموت كل يوم في سيناء والناس اللي بتدفعوا الشرطة دفعوا في منطقة سيناء أو على الحدود أو في التعامل مع الإرهاب في الداخل كل ده جيد جدا وبنقروا لكن احنا عندنا برضو كده وكده في بسمة روح حلوة شفناها النهاردة مهما يكن يعني اللي بقول لها حدودتك شيل دي دي ما تلبسهاش خالص عايز تلبس ندارة ألبس دي يعني الحلوة بينها إنما هنعتم يبقى مش ده الواقع مش ده المؤشر لأول مرة أنا حضرت من وقت الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ما تولى والراجل ده وأنا يعني أسق في أخلاقه وضميره وعمله وسلوكه أسق فيه جدا أنا يعني اختلطت به بعض أو احتكيت به في بعض الأمور وأراهن على إنه يعرف ربنا كويس قوي والعش الدبابير اللي هو بيشتغل فيه ده هيزبطه وهيزبطه وحيدينا أمل إنه ممكن حاجات كتير جدا تتحقق أجي بقى للمشروع نفسه يعني زي بقول حالاتكم مش مجرد ترجمة نانسي قنقر